بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة الفيك الفيك اللي هي ازاي يعني كيكة كدبة زي ما بالناس بتعمل اي حاجة دلوقتي بقت كدبة بصراحة يعني بس مش عارفين الكيكة دي عليها هتخش النور ولا ازرفها ما علينا طيب اول حاجة انا جبت اتنين من الفل الفل ده بيتباع في العطبة عند مكان كده خاص بالفل بيتباع في اللين بتبقى هي بتش متشكل يعني هو متشكل بالحجم ده في منه مقاسات طبعا كبيرة وفي اشكال كتير جدا فانا كنت محتاجة ان انا استخدمت اللي هما الاتنين الحجمين دول وحجم تاني عشان عاملها اتنين فوق بعض اللي هي زي بتاعة العروسة اللي هي الدورين فوق بعض في الناس طبعا تقدر تستخدم الادوار زي ما انتوا عايزين والاحجام زي ما انتوا عايزين على هنا استخدمت فوم مضغوط او اللي هو الفوم جليتر المضغوط ممكن طبعا في فوم مش جليتر بيبقى الوان تانية بس اللي عارف يوصله بصراحة ما كنتش عارفة اوصل لحد دلوقتي او لحد الفيديو ده غير للفوم جليتر طبعا بين قوي من صوتي ان انا تعبانة فادعواتكو بقى كتير يارب بس يكون الصوت مش متغير قوي ويعني مستفزة او حاجة طيب انا طبعا هغليفها كلها سيلفر طبعا في اسود في سيلفر في بينج في الوان كتير جدا نقدر نستخدمها عادي يعني في مرونة في الالوان وفي الديكور التغليف كمان طبعا في مرونة بس انا حبيت حاجة انها تبقى ايه لونها كده تبان حلوة يعني فيها لامعة علمت على الفوم جليتر المضغوط ده على شكل او حجم الدايرة بالزبط تمام بس لما اجي هقص مش هقص على قد الدايرة بالزبط انا هسيب مسافة كده قد مسلا عالت الصبوع بالزبط شايفين انا حاول انا زاومهالكو برضو عشان تكونوا قطحة هسيب مسافة عشان وانا بلفها على التورطة او على الفوم او على الفل تمام الفل اسمه الفل ده فل يا جماعة تمام فببتدي ان انا هعمل بس كده ايه هقص بالمقص حوالينها يعني اسيب بس الصنطي وهلف حوالينها بس وببتدي ان انا اعمل زي ايه تقطيع كده صغيرة بقطع لحد العلامة اللي احنا معلمين عليها طبعا اي حجم تورطة نقدر تستخدموه تعملوه بنفس الطريقة بس انا هقول لكم اللي حصل معايا يعني تمام بعمل بقى الشرايط دي كلها علشان لما اجي الزق لما الفوا الدوران يبقى كده انا ممكن يعني ممكن نلزقها بالزبط عند نقصها بالزبط على قد الدائرة بس خلي بالكم انها ممكن من الزاوية دي هدبان فلو انتو عايزين تحطوه على قد الدائرة ممكن تدروها باي حاجة تمام اي فكرة بقى يعني براحتكم فكرة ان ليه عملنا تورطة فيك هقول لكم عملنا تورطة فيك علشان اول حاجة ناس كتيرة جدا لما بتيجي تعمل عياد ميلاد او بتصفر عياد الميلاد بتشتري مني تورطة مثلا تبقى برضو مكلفة التورطة عموما كلها دلوقتي بقت مكلفة فكان يعني ده كان بيبقى ايه برضو عشان مكان التصوير لو انتو بقى فاهمين يعني المكان هناك فالافضل ان يكون تورطة كده سبتة علشان اي حد جايجي تصور يبقى في باكتج بسيط مايبقاش التورطة كمان مكلفة عليه اه وشكلها كمان كبير وحلوي يعني في نفس الوقت طبعا العرايس دلوقتي وافرح كتيرة جدا وافرح كبيرة جدا بتعمل التورطة بتبقى فيك بس ايه طبعا بتستخدم تورطة كبيرة لحجم عشان يعملوها بقى العشرة دوار والتسعة دوار والايه يعني عشان يعملوها حجمها كبير جدا فبتستخدموا بدل ما يشتروا او يدفعوا تمن مبلغ كبير اه يعني للتورطة او كده وبيعملوا بقى عليها ورد وبيعملوا عليها حاجات يعني اشكال رائعة بصراحة اه ممكن كمان يستخدموا لو انتو عايزينها تبقى بيضة ممكن نستخدم الفوم المضغوط الابيض فيه فوم جليتور مضغوط على فكرة ابيض اه برضو بس يعني ساعتها ما كانش موجود للاسف بس هو موجود الفرخ الفوم ده متر في سبعين سانتي اه فيه متر في سبعين وفيه خمسين في سبعين سانتي تمام وبقى فيه حجم صغير كده حجم الايفور فخلي بالكوا تجيبوا اللي هو الخمسين في سبعين على فكرة لا لا الفوم انا م więc sorry الفوم ما بيبقاش متر في سبعين لا الفوم بيبقى خمسين في سبعين هو الورقة كانسون بس هو المتر في سبعين تمام والنصبيان والحاجات دي كلها طبعا هتجيبوا الحاجات دي منين لو عايزين تجيبوا اللي هو الفوم المضغود ده هتجيبوا من أي مكتبة كبيرة عندكم قريبة منكم حسب المكان أو سوق الورق لو أنتوا بقوا عايزين تجيبوها من الكهارة من مكان معين بصوا أنا بقى طبعا حطيت على الطبقة الدائرية اللي هي اللي احنا قلنا هنقص قصها دي بشمع خلي بالكوا جدا وانتوا بتحطوا الشمع نقاط نقاط رفيع بصوا خلي بالكوا بصوا أنا بعمل ايه أكني بحط الصوس لما حد يجي حط صوس خفيف كده يعني أخف حاجة مش لما تيجي تحطه وشمع تحطه كمية كبيرة خلي بالكوا كمان إن الشمع ما يكونش ما يكونش يعني ما حطوت في الفيشة كمية كبيرة فبيكون درجة حيارته عالية جدا ساعتها ممكن يقدر يسيح الفوم بصوا أنا بعمل ايه بالضبط واخدين بالكوا بوزعها بحيث إنها تبقى خفيفة جدا وبشد على قد ما قدر كمان التانيات اللي أنا عاملاها بحاول على قد ما قدر أحط نقطة خفيفة جدا منها عشان ما نسيحش الفل منها كمان عشان ما تكالكعش لو كالكعت هتبان معانا ومش هتعمل دورون ده عشان نستفاد بالدورون وما يبقاش فيه ونحاول نعمل الفينيش بتاع التورطة يبقى بيرفكت أو كده الحل نقطة خفيفة جدا جدا وتشد الفوم جليتر على قد ما تقدر وفي التانيات دي بصوا أنا تانيتها ممكن يكون هي باينة بس حاجة خفيفة خالص لو أنتو بالنسبة لكم وما زابطتش معاكو الدايرة ممكن تقدروا تدروها إن شاء الله حتى باللي هو اسمه إيه اللي هو دي للقطة تقدروا مثلا تحطوها على الحرف تحطوا أي اكسسوار تمام العرض بتاع السبعين سنتي ما كفاش فأضطرتنا طبعا أحط حتة كمان طبعا أول حاجة بنعلم العرض عشان نعرف نقص المقاس بتاعه وزي ما قلتلكو نقطة خفيفة جدا من الشمة يا ربي يكون الفيديو عجبكو يكون كده استفدتوا منه على قد ما تقدروا إن هو يكون يفيدكو في حاجة طبعا ممكن الأعادة الميلاد تستفدوا منها بحيث لو حد مثلا عامل عيد ميلاد أو حاجة الناس كتير قوي بتعمل أعاد ميلادها بتبقى مش في نفس اليوم بيبقى قبلها فبدل ما تجيب الترطة تكلف ترطة في يومها وتيجي تكلف ترطة تاني يوم العيد ميلاد نفسه فبتبقى محتاجة تقوم تصور مثلا زي ما احنا بنعمل يعني تصوير استيشن بيبقى قبلها أو حاجة فبيتصوروا قبلها بيوم فطبعا ما بتبقاش مش بتبقى دي الترطة بتاعت اليوم يعني أو في ناس بتبقى محتاجة إنها يعني عاملها عالضيق مش عاملة ترطة كبيرة فبتبقى محتاجة شكل ترطة يعني فعرفين بقى كمان ناس بتعمل إيه؟ هقول لكم ممكن ناس بتحط كيس طبعا هنعمل لتنين بنفس الفكرة كيس على الفومجليتر ده واتغلفوا تماما بتغلفوا بإيه؟ بصوا بقى شكلها ده شكل دي بصوا القصائص احنا عاملناها إزاي؟ بحاول نزبطها وها عاملناها واحدة صودة برضو بنفس الفكرة عشان ما اتطولش عليكم الفيديو طيب كنت عايزة أقول لكم بتغلفها بعجينة السكر بجد يعني بتغلفها بعجينة السكر بقى كنها ترطة بدل بقى ما يشرفوا في العجينة بيشرفوا بس على إيه؟ على اللي هو الخلفية اللي هي عجينة السكر من حواليها وبتتحط الأكسسوار اللي فوق بس أنا هنا عملت شكل تاني يعني لون تاني بمعنى أصح وهتبقى دي واحدة هتبقى دورين والتانية دي هعملها من غير دور خالص عايزة أقول لكم أن أنا قفلت واحدة تماما يعني هقفل السيلفر لكن السادة دي مش هقفلها فأنتو قلولي أفكار كده ممكن نعمل فيها فكرة إيه؟ لأني بصراحة هفضلت أفكر في مليون ألف فكرة وكان الموضوع بالنسبة لي كان صعب خالص فهقول لكم أنا عملت فيها إيه؟ بصوا يا جماعة أنا قلبت الدنيا عشان أدور على ورد مناسب للسيلفر دي ما كنتش لاقي فبصراحة كده عملت حاجة وما تقولوش لعبد الله أن أنا سرقت الكام وردية دول من عنده بصوا كان شكل يعمل إزاي أسقصتهم عارفين أنتو الوردة الكبيرة دي خدت منها كده كام وردة على فكرة تبقى حلو قوي برضو على فكرة من اللون الورد الفوشيا ده اللي هو الورد اللي هو اسمه إيه؟ اسمه المشمش أنا نسيت اسم الورد بسم الله ما شاء الله عليها لا أنا تماما زي ما قلت لكم أنا بفتكر كل حاجة في الدنيا طيب حطت بقى الهاي بيجز دي طبعا نقدر نحطها بأي لون تمام؟ بصوا بقى الوردة فرقت جدا يعني دي أصلا وردة كبيرة انتو عارفين الوردة دي أنا وردها لكم قابلي كده وردة كبيرة أنا بقى قطفت منها الفروع الصغيرة اللي جواها هي أصلا مش هتباني يعني من كل وردة كده قطفت كام فرع قدت شكل رائع طبعا قدر بقى نعملها مثلا إيه؟ على الحرف بتاعها من فوق والحرف اللي تحت لو انتو هدير ندير كده لو انتو عايزين ندروها كلها تمام؟ بس أنا مش هعمل كده أنا هعملها زي تبقى إيه؟ زي كروس كده أو يعني نزلة لتحت فقولولي كده رايكو إيه؟ تمام؟ ممكن كمان تضيفوا الولي كده صغير فيها برضو هتدي شكل حلو جدا فكل حاجة تقدروا طبعا نقدر بقى نستخدم أي لون من الورد وأي لون من أي حاجة في الدنيا خلاص بقى احنا عارفنا الوردة نقدر طبعا بقى نستخدم أي لون ورد احنا عايزينه وأي لون فونجليتر يارب يكون الفيديو عجبكو أهم حاجة تقولولي الهابي بيرز دي اللي هي بتاعت السودة دي قلولي كده ممكن يقدر نزود فيها إيه؟ أنا عملتها جولد فكرت برضو ضف لها ورق الشجر الجولد اللي أنا استخدمته قبل كده معيكو ده مش فاكرة نزلت الفيديو لا بصراحة طيب يارب الفيديو يكون كده بسيط وسهل ويعني عجبكو يارب تقدروا تنفذوه عندكو يعني وتستفادوا من الفيديو على قد ما تقدروا وتتسوش دعواتكو كتير عشان يعني الواحد فقالا صوته رايح أصلا يارب بس الدنيا تكون تمام مصبوطة ودرت أوصلوكو المعلومة بكل سهولة طيب الفيديو جيت ورد دلوقتي الفرخ بتاعه تقريبا ووصل حوالي من 15 ل 20 جنيه تمام الكتر بتاع اللي هو الفيديو الفيديو ده تقريبا من 50 جنيه بيبتدي من 50 جنيه وخلي بالكم انتم ممكن تروحوا طلق أسعار وهمية عشان الأسعار غليت جدا فربنا يسترح علينا بقى دعواتكو كتير بجد ما تنسوش اللايك وسبسكريم ما تشوفوني أنا ما يلسي ودي قناتي المتوضع ما تنسوش كمان تعملولي فولو على الانستجرام وتدعموني يعني بتعليقاتكو لطيفة ودعواتكو ده دعمكو وتعملولي طبعا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك مثلا وعلى اليوتيوب يعني هو ده بس اللي أنا محتاجة منكو لا أكتر ولا أقل وولولي في الكومنتات يحتاجين إيه في الفيديوهات للفترة الجاية وبشكركم لو أنتوا لسا شايفين ومتابعيني لحد اللحظة دي بجد ألف شكر ليكو وألف شكر لدعواتكو ألف شكر لحبكو وأنا بحبكو جدا بجد شكرا للمشاهدة